الدورة التاسع عشر لبطولة إفريقيا لألعاب القوى المقررة بالملعب الكبير لمراكش ما بين العاشر والربع عشر من شهر غشت المقبل ستعرف مشاركة ألمع نجوم ألعاب القوى على الصعيد الإفريقي خلال نذوة صحفية عقدت الجامعة الملاكية المغربية لألعاب القوى لتسليط الضوء على مسجدات الدورة التاسع عشر لبطولة إفريقيا أفادت اللجنة المنظمة المحلية بأن هذه التظاهرة ستعرف مشاركة حوالي ألف عداء وعداء يمثلون 53 بلدا بحيث إلى حد الآن أكدت 47 دولة مشاركتها بأفضل عدائها بالنسبة للبطولة الإفريقية التي ستقوم في مدينة مراكش الجديد فيها خصوصا أنها بطولة رقم 19 والمغرب فات منه نضم دورة منها في 84 وكانت دورة ناجحة بالمقاييس المعروفة هذه الدورة التي هي 19 طبعا الجديد فيها هو أنها مؤهلة لكأس العالم ما يمكن أن يسمى بكأس العالم هو كأس القارات والتي ستخذ فيها المنتخب الإفريقي سيكون كميقياس بالنسبة للاختيار للمنتخب الإفريقي هذه التظاهرة بطولة الإفريقية ستعطي واحد المتنفس الأبطال لكي يكونوا ضمن النخبة اللي ستشاركوا في بطولة كأس القارات اللي ستنضم كذلك في مراكش خلال شهر سبتمبر والجامعة والأطور التقنية للجامعة يعني تسعى بشكون التظاهرة ناجحة وحسب اللجنة المنظمة فإن هذه البطولة التي ينظمها المغرب المرة الثانية بعد الأولى التي احتضنت العاصمة الرباط سنة 1984 ستكون بمثابة عرث رياضي من الطراز الرفيع وذات مستوى تقني عالي وحول المشاركة المغربية في هذه التظاهرة الرياضية القارية فإن 65 عداء وعداء سيدافعون عن الألوان الوطنية في 22 مسابقة موسيقى